اقتصاد لبنان ليس فقط رمادياً لونه رمادي غامق شو يعني الاقتصاد الرمادي؟ الاقتصاد الرمادي هو الاقتصاد غير الطبيعي والاقتصاد غير الطبيعي هو الذي يفتخر إلى نظام نقدي سليم يعمل بطريقة فاعلة وإلى نظام مصرفي أيضاً يشجع الاستثمار والادخار ونظام مالي وضرائبي أي موازنات عامة تخدم الحاجات الاجتماعية وأيضاً حاجات الاقتصاد بواسطة انفاقه الرسمي كما أنه لديه الاقتصاد الطبيعي نظام استثماري قائم على تشجيع الاستثمارات المنتجة من قبل المصارف التي تعطى خصوصاً للقطاع الخاص المنتج يعني القطاع الخاص الذي ينتج سلعاً وخدمات ويساهم بقوة في زيادة النمو الاقتصادي وأيضاً الاقتصاد الطبيعي يرتكز على نظام استهلاكي مبني على منافسة داخل الأسواق منافسة ومراقبة نوعية السلع والخدمات الاستهلاكية وعلى قطاع تصديري أو نظام تصديري أيضاً مبني على اتفاقات تجارية دولية تسهل عملية التصدير وتمنع من أمامها كل ما هو عوائق إدارية داخل الدول التي تستورد ونظام اجتماعي مبني على ضمان اجتماعي على رعاية اجتماعية على تغطية اجتماعية على معاش تقاعد وعلى تعوضات نهاية خدمة ذات قيمة وتعطي الإمكانية لكل متقاعد بأن يعيش حياة لائقة وأيضاً نظام قضائي طبعاً الاقتصاد الطبيعي يحتاج إلى نظام قضائي غير متفرج غير متفرج على الفساد وغير متفرج على المخالفات القانونية والمخالفات الدستورية وأيضاً على السرقات وعلى مثلاً الفجوات المالية الكبيرة إن كان داخل المصارف أو داخل المصرف المركزي يعني داخل النظام المصرف في لبنان وأخيراً أن الاقتصاد الطبيعي يقوم على مبدأ ثقافة المبنية ثقافة سياسية مبنية على الكفاية مبنية على الولاء للبلاد وعلى أيضاً مقييس اختيارات مفيدة في كل مواقع المسؤولية في الدولة وهكذا تتحول كل الدول أو أي دولة من دولة عداء لمواطنيها كما هي حال دولة لبنان إزاء اللبنانيين إلى دولة رعاية إذن بغياب كل ما ذكرت الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد أكثر من رمادي وأريد أن أشدد أيضاً على أنه لمن الاقتصاد ما بيكون اقتصاد طبيعي والذكرت ما هي شروط الاقتصاد الطبيعي ومرتكزاته بيكون اقتصاد نقدي والاقتصاد النقدي هو اقتصاد يعني تعريفه اقتصاد طبيعي أموال اقتصاد تهريب أموال وهو اقتصاد صغير نحن كان عنا كنا عم نتمول بما لا يقل عن 180 مليار دولار اللي كانت تمثل مجموعة الودائع في البنوك اللبنانية هلأني مع اقتصاد النقدي تمويلنا يعني تمويل كل أنشطة الاقتصادية في لبنان لا يتخطى العشرين مليار دولار سنويا يعني نحن خسارتنا لا تعوض وخسارتنا كبيرة جدا فقدنا ثروتنا الوطنية كل هذه يجب أن يحاسب عليها من خالف من قام بكل كلك المخالفات لكن مع الأسف لا نزال نرى الفاسدين بالسلطة والقضاء متفرج لا أكثر ولا أقل والاقتصاد من دون مصارف والمالية العامة منهارة شبه منهارة ومؤسسات الدولة وإداراتها شبه مقفلة وهكذا اقتصادنا النقدي صار اقتصاد كما قلت أكثر من رمادي وهو اقتصاد يعني شبيه باقتصاد باناما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر